السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرامة في هذه نشرة جوية خاصة بحوال تقصى حسب اخر تحديثات النماذج العالمية فان كنت عزيزي المشاهد تشاهدون القناة لأول مرة لا تبخل علينا باشتراك في الجرس يتوصف جديد حوال تقص بالمغرب اذا فيما يخص اجواء المملكة لهذا المسافة قد عرفت المنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الشرقية من المغرب نزول زخات مطرية مهمة همت كل من مدينة ورززات وكذلك زقورة تاليوين تبان تنغير وكذلك راشدية اضافة الى مرتفعات الاطلس الكبير كما يتضح من خلال هذا النموذج ومن حول الله وقوته سوف تستمر التساقطات كما يتضح من خلال هذا النموذج لتشمل المنطقة الشرقية من المغرب كما يتضح من خلال هذا النموذج متابعين الاعزاء اما فيما يخص باقي مناطقنا الجنوبية متابعين الاكارم فمن المتوقع كما يتضح من خلال هذا النموذج تستقر الاجواء بباقي مناطقنا الجنوبية اما فيما يخص الساعات الاولى من صباح يوم غد ان شاء الله الاحد فمن المتوقع ان تستقر الاجواء في مناطقنا الجنوبية وكذلك في مناطقنا الوسطى من المملكة اضافة الى استقرار الاجواء في مناطق الشمالية من المغرب. هذا فيما يخص توقعات الصباحية ليوم الاحد بالنسبة لساعات بعد الزوال فمن متوقع تعرف مرتفعات الاطلس الكبير نزول زخات مطرية مهمة كما يتضح من خلال هذا النموذج وقد تشمل مدن وارززات تالوين زاقورة غير تبانت بن ملال وكذلك الراشدية. مرتفعات ميدل تضافة الى كيكوطة الحاج ومدينة فاسة والجهة الشرقية وجدة وتورد بحول الله قد تعرف نزول بعض الزخات الرادية هذا او فيما يخص مساء يوم غد الاحد بحول الله وقوته ما استقراءات اجواء بمناطقنا المتوسطية كما يتضح من خلال هذا النموذج وفيما يخص كذلك مدينة تالوين وتاردن فمن المحتمل ان تعرف نزول بعض الزخات الرادية اما فيما يخص مناطقنا الشمالية متابعين الاكارم فمن المتوقع ان تستقراء بها الاجواء في معظم من مناطقنا الجنوبية اما فيما يخص كذلك الساعة الاولى من مساء نفس اليوم الاحد سدوين ماي فمن المتوقع ان تعرف الجهة الشرقية نزول بعض الزخات المطارية المتوسطة والمتفرقة كما يتضح من خلال هذا النموذج متابعين الاعزاء هذا فيما يخص يوم الاحد بالنسبة اليوم الاثنين فمن المتوقع ان تعود الاجواء الى الاستقرار بشكل كله في معظم مناطقنا المغربية الشمالية والمناطق الوسطى كذلك المناطق الجنوبية من المغرب بالنسبة كذلك المساء اليوم فلا يجديد يذكر فيما يخص حدث تقص بمغرب حيث ستعرف استقرارا للاجواء في معظم مناطقنا الشمالية والوسطى وكذلك المناطق الجنوبية من المغرب بالنسبة كذلك اليوم اربعاء القادم فمن المتوقع مجابعين الاكاريما تستقر الاجواء في معظم مناطقنا المغربية وهذا من خلال هذا النموذج الاوروبي لارصاد الجوية اذا هذا فيما يخص توقع حوال الطقس الخاص بيوم غادين الاحد وكذلك الاثنين والثلاثة القادمين نتمنى تشتركوا في هذه القناة لتوصل بجديد حوال الطقس بالمغرب يوما بيوم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته